الحمد لله لا يسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك الناس أمام الحجة البينة ودين الله القويم فصلوات الله وسلام وتحياته وبركاته على هذا النبي وعلى آله ووضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله وعن التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارضعنا معهم بفضلك وكرمك ورحمتك أرحم الرحيمين رب العالمين أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات حديثنا اليوم عن المسابقة والمسارعة إلى المساجد حيث المكاسب الوفيرة والهدايا الثمينة من رب العالمين لعباده المصلين فقد جاء في الأحاديث ما يفيد العبادة بأن الله تبارك وتعالى جعل هداياه إلى أوليائه في جنته بمقادير صلواتهم بمقادير صلواتهم في الأوقات التي كانوا يصلونها أنا وأنت في القرب من الله تعالى بمقادير صلواتنا بقيامنا واصطفافنا في محراب الصلاة إخواني وأخواتي أن تكون سابقاً معناه أن تكون سابقاً في الصلاة معناه أولاً أن يكون العبد مجتغل القلب أن يشتغل بقلبه قبل دخول الوقت لا ساعة دخول الوقت بل قبل دخول وقت الصلاة بأسباب الصلاة أن يكون مجتغلاً بالطهارة بالاستعداد مشتغلاً بالوضوء والسعي إلى المسجد والترقم للآذان هذا هو السابق السابق الذي يعد نفسه بالأمور التي تدل على مزيد عنايته بالصلاة التي تدل على أن قلبه معلق بالمساجد هذا هو السابق وهذا هو السابق وفي ذلك أخرج الإمام محمد بن نصر في كتاب الصلاة وهذا إمام من أئمة الحديث الكبار من أقران البخاري ومسلم له كتاب في الصلاة عظيم جليل أخرج في هذا الكتاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال لا تنتظروا بالصلاة أن ينادى بها لا تنتظروا الآذان وسماع صوت المؤذن إن كان هناك سماع للمؤذن كما في بلادنا لا تنتظروا بالصلاة أن ينادى بها ولكن تأهبوا لها استعدوا لها مبكرا فاتوها وعليكم السكينة والوقار تلك المسابقة التهيئ ثم بعد التهيئ أن يسارع المصلي قدر إمكانه إلى صلاة الجماعة فإن من سبق إلى الجماعة كان بمنزلة السابقين للإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بمنزلة من سبق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان من أصحابه الكرام تخيل لو أنك وضعت هذا في قلبك كيف يكون شعورك وقد كنا نتحدث في الأسبوع الماضي عن أمانينا أن نكون مع رسول الله ورسول الله يقدم لنا الكينونة معه ونحن في زمننا هذا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يقدم لنا تلك الكينونة فيما أخرجه الرافعي عن عثمان بن صهيب عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفضل البقاع المساجد وأفضل أهلها أفضل أهل المساجد أولهم دخولا وآخرهم خروجا وأنا قلت من قبل كان عندنا رجل رحمة الله تعالى عليه اسمه بحرية بوزني وكان يحرص على أن يكون أول الناس دخولا وآخرهم خروجا فكنت أحيانا آتي لصلاة الفجر قبله لأني لم أنم فأجده في اليوم التالي أتى أبكر مما أتيت ولأن هذا كان يتكرر مني كثيرا فآثرت بهذه المكانة فكنت أجلس في السيارة حتى يأتي هو ويدخل ويكون أول من دخل المسجد ذلك رؤيتي لحرصه الشديد رحمه الله تعالى عليه حرصه الشديد على أن يكون أول الداخلين للمسجد وآخر الخارجين من المسجد ومن يحرم هذه الخطوات بسبب مرض أو ضيق أو غير ذلك سوف يتألم كثيرا ويتحصر على الساعات التي كان فيها قويا لكنه لم يسبق الناس إلى المسجد وعند العجز لا ينفع لوم النفس الإمام الرافع أخرج عن صويب أنه قال أفضل البقاع المسجد وأفضل أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا ومن سبق بالجماعة كان كمن سبق بالإيمان سبق الناس جميعا في وقته بالإيمان بالله وبرسوله وبرسوله كان كالسابقين الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلنا يتمنى لكن من منا يعمل لأمنيته هذا هو المطلوب ومن جملة السبق إلى الجماعة أن يسارع المتسابق للقيام في الصف الأول فقد ورد في الأحاديث الصحيحة أن أهل الجنة صفوف وأنهم مات وعشرون صفا أو بيات وعشرون صفا وأن أقربهم من الله تعالى هو أسبقهم إلى صفوف الصلاة يعني أقرب العباد من الله تعالى على صفوف الملائكة هو من اصطف في الصفوف الأولى المقدمة كما أن الملائكة صفوف ولذلك حرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس للمسابقة إلى الصفوف المقدمة وفي ذلك أخريها أبو دول في السنن والنسائي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما الصبح صلاة الصبح صلاة الفجر فقال أشاهد فلان هل حضر فلان معنا الصلاة قالوا لا قال أشاهد فلان لرجل آخر قالوا لا قال إن هاتين الصلاتين أثقلوا الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لا تيتموهما ولو حبوا على الركب إلا أن تستطيعوا المش ذهبتم حبوا وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فطله لابتذرتموه يعني سابقتم إلي وسارعتم إلي هذا سباق أحرزه الذين عقلوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن السبق أيضا إذا حضر المنافس الجماعة لا أن يحضر الجماعة ولكن أن يسارع إلى إدراك التكبيرة الأولى مع الإمام إذ هي ذروة الصلاة سنامها رأسها قامتها هي صفوته كما جاء في الحاديث فقد أخرج البزار عن أبي الضرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل شيء أنفه يوجد فيه فيه الأعلى والأسمى والأرقى فما هي أنفة الصلاة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم وَإِنَّ أُنْفَتَ الصَّلَاةِ التكبيرة الأولى فَحَافِظُوا وَعَلَيْهَا فَحَافِظُوا عَلَيْهَا لكل شيء ابتلاء لكل شيء أول وصفة وسنام فَحَافِظُوا على صفة الصلاة وَبَادِرُوا إِلَيْهَا كَمَا وَصَّاكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة والأخوات ومن أكبر ميادين التسابق في الصلاة السابق إلى صلاة الجمعة هذا اليوم المسابقة والمسارعة إلى صلاة الجمعة لا حضور الصلاة ولا المجيء في وسط الخبط ولا ثلثيها ولا في آخرها بل أن تكون سابقاً للناس حيث جاء الأمر به في كتاب الله تعالى وذلك في قوله إذا نُرِيَ للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فمن سعى إليها من المؤمنين قبل النداء فقد سابق إلى الخيرات ومن سبق إلى صلاة الجمعة كان سابقاً يوم المزيد كان سابقاً لمقابلة ربه ورؤيته في أشرف ساعة حين يبرز الرحمن للعباد ويسمح لهم بالنظر إلى ذاته الشريفة إلى ذاته العلية أسأل الله العظيم أن لا يحرمنا وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم اللهم أمين يا رب العالمين هذا دعاء يُرْجَى لَهُ الْإِجَابَةِ إنما من عمل له كان هو الموفق لا يزال الدعاء إما أن تمنح من فضل المولى أو لا لكن الذي يأخذ بيدك إلى الإجابة هو تحقيق دعائك بالعمل لا بالقول وكذلك من تآخر عنها تآخر في ذلك الميدان والجزاء من جنس العمل وفي هذا روى الطبراني عن أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال سارعوا إلى الجمعة فإن الله عز وجل يبرز يظهر يتجلى لأهل الجنة في كل يوم جمعة في الكثب من كافور أبيض على تلال من الكافور الأبيض فيكونون من الدلو منه من حضراته تبارك وتعالى على قدر مسارعتهم في الدنيا إلى الجمعة فيحدث لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه فيما خلى يحدث لهم من الكرامة ما ينسيهم ما سبق لهم في الجمعة الماضية في الجنة من نعيم وغير ذلك كله هذا التجلي هو أعظم ما يتنعم به أهل الجنة أبو عبيد يقول عن أبيه فكان عبد الله بن مسعود لا يسبقه أحد إلى الجمعة فإذا هو برجلين يوم الجمعة قد سبقاه يعني ذهب إلى الجمعة مرة من المرات فوجد من سبقه إلى الجمعة فقال رجلان رجلان قد سبقان يعني رجلان وأنا الثالث إن شاء الله أن يبارك في الثالث هل الثالث ليس بعاطل ما زال على الطريق أسأل الله أن يبارك له تخيلوا تلك الحصرة التي دخلت قلب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لأنه كان ثالث سلاسة دخل المسجد يوم الجمعة فتأسف لذلك ثم دعا ربه أن يكون مقبولا وأن يكون مباركا لأنه لم يتعول على ذلك ولم ير من نفسه ذلك إنما كان كما شهد ولده أسبق الناس إلى الجمعة أيها الإخوة والأخوات هذا حديث طويل وبركات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيه تتجلى في حديثه الشريفة وهذا قليل من جوائز ربنا تبارك وتعالى وهداياه التي أعدها للمتسابقين في محراب الصلاة أقول لنفسي ما لنت قادراً ولكم جميعاً ولمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون واعلموا أن من فاتته هذه الخيرات فلم ولن يدركها بعمل آخر هذا تحذير من فاتته خيرات الصلاة من فاتته خيرات المسابقة في الصلاة فلن يدرك تلك الخيرات بعمل آخر من أعمال العبادات في الحديث الذي أخريه أبو نعين عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سبق إلى الصلاة مخافة أن تسبقه أوجب الله له الجنة من سابق إلى الصلاة مخافة أن تسبقه يعني أن يفوته الوقت هذا سبق إلى الجنة أوجب الله له الجنة قال ومن تركها مأثرة عليها آثر غيرها عليها أيًا كان ذلك الغير ومن تركها مأثرة عليها لم يدركها بعمل إلى الحول إلى الحول يمر عام وهو يعمل ويكد ويتعب فلا يدرك ذلك الفضل الذي فاته بتفويت تلك الفريضة العظيمة أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم وأن يعلمنا ما ينفعنا ونعود به تعالى من حال أهل النار اللهم آمين أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ترجمة نانسي قنقر